أغلى ما قد نهب من خلاله الحياة لوطن يتألم هي الروح التي تعلو وتسمو لتكون سلاماً على الأرض المباركة هي إيمان زرعته كل أم سورية في أبنائها بأن الوطن شرف وكرامة أنا أم شهيدة أن المقدم قيش نساة الصارور والنقيب أيها من نساة الصارور استشهد العيس 13-50 والنقيب أيها من 10-8 شهر الثامن يوم عاشر استشهد فيه أنا بفتخر أني أم شهيدة وأبطال أريد أن أقول لك كثير ما فيه أصف لك ولا فيه أحكي شيء دي كانوا فيه يعني مو بس باللطافة العائلية بالشخصية بالمحبة الناس اللي لليوم أي تعزية أول ما بيذكروا هم بيقولوا لله أخواتنا الله يصبركم لأنه شخصية كانت كثير قوية أنا كأم أنا تحملت كثير وصبورة كثير لأن أولادي ما ماتوا هيك موتي عادية ماتوا شهداء دفاعاً وطني ماتوا بعزد وبكرامتي وأنا كنت فخورة فيه بعيون يملأها الحزن وبقلب فطر من الألم تقول ولداي لم يموتا فالشهداء عند ربهم يرزقون ويكفيني أنهم قدموا أرواحهم ودماءهم لتحيا سوريا كلمات لطالما ترددت على مسامعنا من أمهات كثر لتكون عقيدة زرعتها المرأة السورية بأبنائها